الله يبركاته ان شاء الله النهاردة هناخد موضوع انك لو انت عايز تعمل ستارت للروتر الخاص بيك اه وانت اه قعد في اي مكان في الشقة عندك اه بدون اصل انك تقفل وتفتحه تاني اول حاجة طبعا نفتح صفحة انترنت عادية زي ما انتم شايفين صفحة انترنت او من جوجل كروم ايا كان نضغط على شريط البحث اللي فوق ده ونكتب الارقام دي طبعا لازم تكون متصل بشبكة الروتر او شبكة الواي فاي الخاصة بالروتر الخاص بيك ونضغط واحد تسعة اثنين ونعمل النقطة زي ما انتم شايفين في الكيبورد دي واحد ستة تمانية نقطة واحد ونقطة او ضت وقعدين واحد وتقوله على ما تستهمل اقصر اليمين في الاسفل او انتر يعني يبدأ يدخل لك على صفحة الروتر اللي موجودة الروتر الخاص بيك شبكة الروتر اللي انت متصل بيها اللي هو الروتر الخاص بيك اللي هو الواي فاي بتاعك انت تتصل بي الاول بعد كده تضغط تفتح صفحة انترنت عادية وتكتب فيها مية تنين وتسعين نقطة مية تمانية وستين نقطة واحد نقطة واحد وتقوله اليوزر نيم والباسورد غالبا بيبقى admin admin لو ما كانش هيبقى يوزر نيم هيبقى admin والباسورد هتبقى خلف الروتر مكتوب كلمة باسورد او باس كي كاتب لك الايه ارقام او رموز هي دي الرموز اللي انت صاحب الجهاز والباسورد هتحطها ليه خلف الروتر بعد كده نضغط اكسر الوين في الاسفق او login نعمل login هي تم الدخول لصفحة الروتر عندك بنقوله انترنت فوق في الاعلى زي ما انت شايفين في عندك هوم انترنت هوم نتورك شير في في الاخرى على يمين في الاعلى حاجة اسمها maintain او صيانة نضغط عليها ضغطة شايفين الفوق الجزء اللي فوق انا هكبره maintain دي الصورة اهم صغرة ودي الصورة مكبرة جزء اللي فوق خالص maintain نضغط عليها ضغطة وبعد كده نصغر ونجيب على حاجة اسمها device management او ادارة الجهاز وتقول له reboot reboot يعني اعادة تشغيل وتضغط reboot يتم اعادة تشغيل الروتر الخاص بيك وانت في مكانك يعني انت قاعد في مكانك في اي حتة في بيتك تقدر تعمل reboot يعني اعادة تشغيل الروتر بدون اصلا ما تروق تقوم اصلا عشان اه تعمله اعادة تشغيل لو ضغطنا reboot هيبدأ يعمل reboot فورا طبعا انا مش عايز اه اه يا موضوع ان شاء الله يا رب يكون يعجبكو ان شاء الله في الفيديوهات القادمة ان شاء الله هوضح برضو حاجات تانية واعدادات اه تزبطها ازاي في الاعدادات الروتر من الصفحة دي صفحة دي مهمة جدا تقدر تتحكم فيها بكل شيء اه ارجو ان يكون الفيديو معاكبكم من شاكر جدا لیکو